بسم الله الرحمن الرحيم علوم للصف السادس ذكرنا في السابق عن الوقود أو الطاقة غير المتجددة وذكرنا مثال عليها الوقود الأحفوري وذكرنا أنواع الوقود الأحفوري تحدثنا سابقا عن الفحم الحجري وستنتحدث اليوم عن النفط وعن الغاز الطبيعي كيف يتكون النفط؟ أرجع إلى الكتاب الشكل 5 إلى 10 صفحة 56 انظر إلى المرحلة الأولى في المرحلة الأولى عاشت كائنات حية دقيقة في البحار تسمى هذه الكائنات الحية الدقيقة عوالق في المرحلة الثانية أو في الصورة الثانية عندما تموت هذه الكائنات الحية الدقيقة فإنها تترسب في قاع البحار وتختلط بالطبقات الرسوبية في القاع في المرحلة الثالثة مع مرور الزمن تتراكم الرسوبيات فوق بقايا الكائنات الحية مما يزيد الضغط والحرارة فوق هذه البقايا مع مرور الزمن وبعد ملايين السنين تتحول هذه البقايا إلى مادة سائلة سوداء اللون تسمى النفط تتكون في طبقات الصخور تسمى صخور كتيمة هذه الصخور الكتيمة هي عبارة عن صخور فيها مسامات تتجمع فيها السوائل ومن ضمنها النفط فالسائل هذا بعد فترة من الزمن قد يتحرك ويتجمع في أماكن معينة تسمى مصائد النفط مصائد النفط هي عبارة عن صخور صماء لا يوجد فيها مسامات تمنع حركة النفط إلى أماكن أخرى أهمية مصائد النفط أنها تجمع النفط في مكان محدد مما يسهل استخراجه واستثماره في هذه الصخور الكتيمة يوجد أيضاً مع النفط غاز طبيعي هذا الغاز الطبيعي يتكون من مزيج من عدة غازات قابلة للإشتعال لها نفس أصل النفط يعني تتكون من بقايا كائنات حية دقيقة يوجد الغاز الطبيعي في الصخور مع النفط وأحياناً يوجد منفردة عندما يتعرض النفط إلى زيادة في الضغط والحرارة قد يتحول إلى غاز طبيعي النفط طبعاً لونه أسود لزج ذو رائحة كريهة يتكون من عدة مواد مثل البنزين والسولار والكاز يمكن فصل هذه المكونات عن بعضها البعض باستخدام طريقة تسمى تكرير النفط عند استخدام النفط والغاز الطبيعي فإن الغازات المنبعثة من احتراقها تعتبر غازات ملوثة للبيئة والآن فلندرس الشكل 5 إلى 12 صفحة 58 لمعرفة استخدامات النفط والغاز الطبيعي يستخدم النفط والغاز الطبيعي كوقود للطائرات والسيارات والآلات كما يستخدمان في توليد الطاقة الكهربائية من استخدامات النفط أيضاً يستخدم في صناعة البلاستيك والدهانات والأدوية في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن مصادر الطاقة المتجددة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر